أكد صاحب السمو الملكي لأمر سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن البحرين قوية بتكاتف أبنائها ووحدة صفهم في مواجهة التحديات وأن التطور اليومي في التعامل مع الفيروس منذ قبل ظهور أول حالة إصابة وحتى اليوم يعزز دوما من استقرار الوضع الصحي في مملكة البحرين وثقتنا عالية بخبراتنا الوطنية منوها سموه بتضافر كافة الجهود ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 مشيدا بتعاضد والتعاون الجميع من مواطنين ومقيمين لتجاوز هذه المرحلة بما يعكس توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وقال سموه إنه يتوجب علينا بذل استطاعتنا جميعا لحفظ سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وكلنا جنود في ساحة مواجهة واحدة وإن عدونا اليوم هو فيروس كورونا كوفيد 19 للمصابين به وهذه المواجهة هي مرحلية ستنتهي بالحد من انتشار الفيروس وستبقى وحدتنا وتضحياتنا من أجل سلامة الوطن والمواطنين والمقيمين شاهدة عبر التاريخ وأضف سموه أن ما يتسم به أبناء البحرين من وعي وإدراك مصدر قوة للوطن لهذا فهم خير ما نتسلح به في المواجهة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 حيث أن هذه التحديات الراهنة أسهمت في تكريس المسئولية الوطنية عبر ما يتم من جهود وتضحيات يقدمها الجميع وهما عودنا عليه أبناء البحرين المخلصين في بناء نسيجهم الوطني المتآلف الذي يزداد متانة مع كل الظروف فقوتنا في وحدتنا وليست قوة فرد واحد بل قوة وطن واحد ونوه سموه بأن ما يبعث على الطمأنينة هو ما نراه من عزم من عزم أفراد فريق البحرين واتحادهم في مختلف مواقعهم وعزيمتهم المتجددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتخطي كل ما يستجد من تطورات بحب للتحدي وعشق للإنجاز للحد من انتشار الفيروس في المملكة حفاظا على صحة وسلامة الجميع ووجه سموه التحية والتقدير لكل عين ساهرة وضعت مصلحة المواطن أولا عند قيامها بمهامها الوطنية لحفظ سلامة المواطنين على هذه الأرض الغالية معربا سموه عن شكره لمنتسب قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة المواصلات والاتصالات وكافة أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين ضمن فريق البحرين الواحد متمنيا مواصلة بذل الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف المنشودة منها والبحرين تنعم بالأمن وكافة مواطنيها بالصحة